يرتقب أن يعلن خلال ساعة اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام وككل عام كثيراً ما يثار جدل بشأن المرشحين للجائزة ومعايير اختيارهم وأحقيتهم إذ هناك من يرى أن اعتبارات سياسية عدة ترجح كفة الفائز بنوبل للسلام وفقاً لظروف المرحلة والسياقها الدولي وهناك من يعتبر نوبل وساماً عالمياً رفيعاً يمنح لكل من أرسى دعائم السلام والتآخي بين الشعوب والأمم المتحدة ما بين هذين الرأيين دعوني أتناول هذا النقاش مع ضيفي معي من باريس الكاتب الصحفي مصطفى توصى ومن لندن الكاتب والباحث السياسي دكتور حميد الكفائي أهلاً بكم ضيفي الكريمين ربما ما بين الانتقادات وما بين هذه الجائزة المرموقة للعديد يطمحون إليها وموعد سنوي أستاذ مصطفى هل فقدت برأيك هذه الجائزة وخاصة فئة جائزة السلام بريقها هل الجائزة تعتبر محايدة الآن؟ لا تعتبر محايدة ولم تعتبر في الماضي محايدة هي جائزة بمعيار وبنظرة وبمقاربة غربية للأزمات التي يعاني منها العالم عندما تمنح هذه الجائزة التي تعتبر في حقيقة الأمر أم الجوائز عند نوبل فإنها تعطى لشخصية أو لجمعية أو لمؤسسة تخدم من وجهة نظر الغرب الأوروبي الأمريكي الكندي تخدم أجندة المصالح الغربية لا يمكن أن نندد اليوم بعدم حيادها مع العلم أنها كانت دائما هكذا تم بلورة هذه الجائزة فهي تختار من وجهة نظر الغربيين من هي الشخصية أو من هي المؤسسة أو من هي الجمعية التي من وجهة نظر الغرب اشتغلت على السلام وحافظت السلام وعملت على إرساء مبدأ السلام والأخوة بين الشعوب إذن لا يجب أن نتفاجأ هذه الجائزة هي جائزة سياسية غربية بامتياز وقد تمنح هذه السنة لنبي بمعنى أن نعيش أجواء الحرب الروسية الأوكرانية أجواء الملف النووي الإيراني المتعطر أجواء عدة أزمات لا أحد صراحة يمكن أن نتصور أن تمنح لشخصية أو لمؤسسة أو لجمعية خارج هذه الأزمات الإقليمية التي هي ملتهبة حاليا على الكوكب العالمي طيب دكتور حميد هل تتفق مع هذا الطرح على اعتبار أن الجائزة السياسية غربية كانت ولا تزال كما يشير إلى ذلك أستاذ مصطفى خاصة أنه عند كل موعد وكل سنة تثار هذه الانتقادات هذا يجعلنا نتساءل أيضا عن المعايير لاختيار الفائزين غير واضحة إلى هذه الساعة وبالتالي عملية الاختيار تبقى هي أيضا مبهمة تحياتي لك والمشاهدين والأستاذ مصطفى بالتأكيد لا أتفق مع ما تفضل به الزميل المصطفى ولا هذه الجائزة هي جائزة مهنية جائزة مبنية على أسس علمية اللجنة التي تختار خصوصا فيما يخص جائزة نوبل للسلام نحن نتحدث عن جائزة نوبل للسلام أما جواز الأخرى جواز نوبل الأخرى فهي ليست محل خلاف هناك بعض الأصوات أستاذ الدكتور ربما نحن نتحدث عن جانب التسييسي ربما يطغى أكثر فيما يتعلق بالسلام لكن بشكل عام حتى في مجال العلوم البعض يقول أنه متحيزا للرجال أكثر من النساء علما أن العديد من الاختراعات شاركت فيها نساء لكن فقط زملائهم من الرجال اللي فازوا بهذه الجائزة هناك تضارب المصالح لعدد من الشركات اللي تدعم هذه اللجان وأعضاؤها موجودين في هذه اللجنة النرويجية والشركة اللي تمول هذه الاختراعات هي اللي فازت بالجائزة وبتالي هناك انتقادات في تضارب المصالح في عدد الأفراد في مجالة أخرى حتى العلمية منها هو أنت لم تسمح إليه بحديث لا فقط ليفتح القوسات في هذا المجال الموضوع ليس ليقتصر فقط على السلام لا هو الجائزة جائزة مهنية علمية يقررها متخصصون جائزة نوبل يعينه خمسة أشخاص يعينهما البرلمان السويدي ولديها مئات المستشارين والتسميات تأتي الترشيحات تأتي من كل الجهات من القضاة ومن السياسيين أعضاء البرلمان من رؤساء الوزارات تأتي مئات الآلاف من الترشيحات سنويا للجائزة هذه جائزة مهنية لا يقررها السياسيون بالعكس كل التدخلات مرفوضة تماما أما الانحيازات فبالتأكيد هناك آراء مختلفة كل قضية فيها آراء مختلفة الاختيارات هي اختيارات أعضاء اللجنة بالتصويت وبالإجماع عادة بالإجماع يختار الشخص أو الأشخاص الذين يمنحون الجائزة الجائزة مهنية يقدرها ويقيمها مهنيون وخبراء وأساتذة جامعات ومتخصصون خصوصا في قضية جائزة نوبل للسلام يستشار بها كثيرون من الغربيين وغير الغربيين وقد منحت لشخصيات مرموقة ولا أحد يختلف عليهم مثل نرسل ماندلا وآخرين إذن عملية الآراء المختلفة نعم هناك من يعادي الغرب ويعادي كل شيء يقوم به الغرب وهذه مسألة تخص هؤلاء الأشخاص ولكن الحقيقة أن هذه الجائزة هي مهنية ولولا أنها مهنية وذات صدقية عالمية لما اهتم بها العالم ولما أصبحت الجائزة وساما لكل شخص يتسلمها لذلك هي مهمة إلى غاية اللحظة ورغم كل الأصوات المنددة ومنتقدة لا تزال محطة مهمة أستاذ مصطفى وتعني الكثير بالنسبة للرأي العام بالنسبة للإعلام بالنسبة للفائز بهذه الجائزة فيما يتعلق بالسلام أيضا نقطة هل من الواضح حتى مفهوم السلام هو نفسه بالنسبة للجنة بالنسبة لمن يرفض هذه الترشيحات أو حتى الجائز هل هو واضح هذا المفهوم حتى خاصة أن البعض يقول أن توجهات نوبل نفسه يمكن أن تقبل عدة أوجه للتحليل نعم دعيني أولا أن أتفق وأن أختلف مع الضيف من بريطانيا أنا أتفق معه فيما يخص باقي الجوائز الطب الفيزياء الأدب باقي الجوائز هذه فعلا جوائز مهنية وهناك أعمال تقدم من طرف مختصين خبراء دكاتيرا كبار يقدمون إلى مجموعة نوبل وهي تختار عن طريق لجنة التحكيم مهنية ومحترفة هذه الجوائز فعلا هي جوائز مهنية ويمكن أن نقول بأن الموضوعية تخيم على الخيارات لأن كل سنة يأتي الجديد وكل سنة مثلا اليوم جائزة نوبل الأداب أعطيت إلى فرنسية أن يغمو الخلاف الألوان والمذاقات هذه قضايا شخصية ممكن أن لجنة التحكيم اعترفت بأن هذه المرأة تستحق جائزة نوبل لكن السلام بالضبط السلام بالضبط لها محمول ولها مغزى سياسي عندما تريد جائزة نوبل للسلام أن تبعت برسائل معينة إلى الرأي العام يعني عندما تعطي مثلا هناك اسم مطروح العام حاليا يناقش في بورسات الرهانات وهو فلاديمير زيلنسكي هناك من يقول أنه يجب إعطاء هذه الجائزة لهذا الشخص لأنه من وجهة نظر الغرب قاوم الاجتياح الروسي وهو بطل قومي أوكراني في وجه الآلة العسكرية الروسية هناك من يقول أيضا يجب إعطاء هذه الجائزة للشعب الأوكراني الذي أظهر عن مقاومة كبيرة وكل التوقعات التي كانت لدى القيادة الروسية عمل على إخفاقها اليوم هناك من يقول ذلك وهناك من يقول أنه يجب إعطاء هناك اسم أيضا من بيلاروسيا يعني صراحة لم أتذكره لأنه صعب النطق شخصيا بيلاروسيا أيضا هنا يتم الحديث عنه يعني بالخلاصة أن جائزة نوبل السلام لابد أن تحمل ما رسائل سياسية خط افتتاح يعني زي ما تقولي خط افتتاح يعني خيارات سياسية معينة هل يعقل مثلا أن نتصور أن يأخذ تأخذ شخصية أو مؤسسة من آسيا أو من أمريكا اللاتينية لها مواقف أو مصالح متضاربة مع الغرب الأوروبي الأمريكي الكندي الياباني صراحة لا أحد يمكن أن نتصور لذلك هذا الخيار بالضبط لا يعني يمكن أن نطبق عليه كل مؤشرات الموضوعية التي يمكن أن نجدها عند الطب أو الآداب أو الفيزياء هذه الجائزة جائزة مسيسة بمعنى بكل معنى الكلمة وعندما يتم اختيار الفائز فيراد من وراء هذا الاختيار بعت برسائل معينة إلى العالم عن طريق جائزة نوبل سيب دكتور حميد في هذا السياق بالإضافة لأبرز الأسماء المرشحة والمطروحة على غرار زيلينسكي على غرار الفائز بالسنة الماضية معارض روسي على غرار انتقادات في السابق لأبي أحمد للمعارضة الميانمارية أونغ سانج سوتي لأوباما الذي فاز بالجائزة قبل أن يقدم على أي شيء يعني دائما هناك خلافات في هذه السياقات وعن الأهداف وعن الرسائل السياسية للأجندة الغربية في هذا السياق هل الجائزة مسؤولة عن ما يفعله الفائز برأيك لاحقا هل من شأن هذا يؤثر على الصدى المفترض في هذه الجائزة كرسالة أو أثار للسلام على مستوى العالم تداء الأستاذ مصطفى يعتقد أو يصور الغرب على أنه أمة واحدة وعلى رأي واحد وأن المصالح واحدة ومتناغمة هذا غير صحيح العالم الغربي عالم شاسع وغاسع وهو معظم العالم الآن هو عالم أما غربي أو منظوي تحت لواء المبادئ الغربية والاقتصار الغربي إذن لا يمكن القول أنه المصالح الغربية والرأي الغربي وكأنما الغرب هو مؤسسة واحدة ومصالح واحدة هذا غير صحيح دكتور حميد المصالح السويدية أبدا هذه مؤسسة مهنية والسويد بلد صغير وهذه الجائزة صممت وفق رؤية ووصية ألفريد نوبل هو الذي مولها هو الذي أوصى بتأسيسها وأسست بعد وفاته أما أنه الجائزة أو اللجنة المسؤولة أو المؤسسات الأكاديمية التي تقدم الجائزة مسؤولة عن أفعال الشخص الذي يحصل على الجائزة لاحقا هذا لا يمكن أن تكون مسؤولة هي تقدم الجائزة بناء على ترشيحات من جهات مرموقة جهات مسؤولة وجهات مهنية ومتخصصة وبعد استشارات مستفيضة لا تنسي أن عملية اختيار الفائز تستغرق 13 شهراً من سبتمبر السنة اللاحقة إلى أكتوبر سبتمبر السنة السابقة إلى أكتوبر السنة اللاحقة إذن العملية عملية ليست سهلة وليست بسيطة بالدرجة التي يتصورها البعض وهذه اللجنة والمستشعرون ليسوا سياسيين وإنما مهنيون من الدرجة الأولى وخبراء ولكن هل تنفي دكتور حميد أن هناك لون واحد وتوجه واحد لأغلب الفائزين بهذه الجائزة لا ليس صحيحاً الفائزون من كل أنحاء العالم من كل التوجهات السياسية يساريون في العادة ليسوا يمينيين ولكن من كل الاتجاهات من أفريقيا من آسيا من أوروبا من أمريكا وهناك نساء تسلمنا الجائزة حسب الاستحقاق القضية يجب أن يأخذ بنظر الاحتبار الإنجازات التي يقدمها الشخص المعني أو المؤسسة المعنية فيما يخص جائزة نوبل للسلام أما الاعتبارات الأخرى فهذا غير صحيح نعم السلام والحرب هذه مسألة تتعلق بالسياسة وهناك دائما آراء مختلفة فيما يخص السياسة وهذه الآراء تستمع عليها اللجان اللجنة نوبل دائما لكنها لا تعلق عليها وليست معنية بها فكل فكل له رأيه وكل تسمية حتى الجوائز العلمية جوائز الكيمياء والفيزياء والطب هناك اختلافات وهناك آراء مختلفة ولكن المسألة تتعلق بأعضاء اللجنة الذين يختارون هؤلاء الفائزين هذا هو رأيهم قد نختلف مع خياراتهم لكنها مبنية على أسوص صحيحة وهي غير منحازة طيب لأتحول الأستاذ مصطفى روما لي يتفاعل مع جانب من هذه الأمور ونقاط اللي أتيت على ذكرها على أسس أن هذه الجائزة تشمل كل الألوان من مختلف البلدان بالنهاية حتى عامل الانتقاء وإن كانت هناك معايير تعود للجنة ولا يمكن الاتفاق معها في كل المسارات ولكن هناك معايير واضحة أستاذ مصطفى في هذا النقاط أيضا فيمكن ضمان إبقاء هذه اللجنة التي تشرف على الاختيار بعيدة عن السياسة أو عن الضغوط نعم لكن أولا دعيني أختلف مع الضيف من لندن وهو عندما يقول أن الغرب ليس موجود وليس كتلة متجانسة الأحداث الأخيرة أظهرت أن الغرب كتلة واحدة ومتجانسة والدليل على ذلك أن عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقررت المجموعة الدولية الغربية فرض نظام عقوبات ومقاطعة الغاز الروسي ومحاصرة روسيا الكل امتتل إلى هذه التعليمات سواء من كندا من اليابان من دول الاتحاد الأوروبي إذن الغرب موجود كتلة سياسية متجانسة عندما يتم الحديث عن المنافسة مع الصين مثلا المنافسة الاقتصادية الكبيرة مع الصين صحيح لم ندخل بعد في حقبة معركة قوية اقتصادية مع الصين لكن هناك مقاربة غربية لمحاولة احتواء النفوذ الصيني أنا أعتقد بأن لسهو الحظ عندما ننظر إلى كل الخيارات التي تمت في السنوات الأخيرة هذه الجائزة بالضبط هي جائزة تحمل عدة عنوين سياسية ولا يمكن أن نختار أي شخصية ليس لها علاقة ولا تتماشى ولا تتماهى مع المنظور الغربي لحل هذه الأزمات هل يمكن أن نتصور أن تختار لجنة نوبل بالرغم من أن هناك مرشحين شخصيات من أمريكيا اللاتينية تنتقد النموذج الغربي ولديها ماضي وإرث في العمل الإنساني والسلم الدولي أو شخصيات من آسيا من الصين من إفريقيا هذا مستبعد حاليا لأن كما جرت العادة عند اختيار هذه الشخصيات يجب أن تكون محمولة بعدة رسائل بعدة عنوين وبعدة قيم تباركها العائلة الغربية برمتها أنا لا أقول بأن يجب أن تخدم دائما الأجندة والمصالح الغربية لكن هذا واقع وحقيقي نلمسه خصوصا في جائزة نوبل السلام نعم شكرا جزيلا لكم أيضا ضيفي الكريمين من باريس الكاتب الصحفي مصطفى الطوصة ومن لندن الكاتب الباحث السياسي دكتور حميد الكفائي